بسم الله أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي أهلاً وسهلاً بكم مع مستر عبدالغاني صهاجي ويرجعنا لكم تاني في حل الامتحانات المراجعة نهاية كتب جم الامتحان التاسع عشر ناس كتير بتنسى تعمل لايك للفيديو ناس كتير بتعمل سبسكرايب للقناة يلا أولاد عزي القناة تكبر وتنقح زي ما أنتوا تنقحوا ولا إيه يلا روح كتاب الامتحان التاسع عشر السؤال الأول كالعادة ديالوج إيرا المقدمة من أول finish finish the following dialogue finish the following dialogue المقدمة يا أولاد سامح is returning the TV heeboard سامح بيرجع التلفزيون اللي اشتراها يا مساهل يا رب السسطن الباقع وسامح how can I help you ممكني قول كان I help you how can I help you نسمع الباقع نسمع سامح عنده إيه I want to make a complaint أنا عايز أعمل شكوى السسطن اوكي. سؤال. سامح سارتلي سامح سعيد. كان اي تاك يور نيم بليز اي حاجة اولا. بس وعشان قال سارتلي بالتأكيد. انا حطيت. حطيت كان. يا مستر ومش حط على متستفهام. انا احط على متستفهام. انا مستر بغانة احط على متستفهام. وايه المشكل يعني? تمام? كان اي تاك يور نيم سارتلي. ماي نيم سامح سعيد. مالو التلفزيون يا سيدي. مالو? ايه المشكلة? صرتو سيئة. فور. نو. سانكيو. ايوانت ماي ماني. انا عايز فلوسي. ايه. دو يوونت؟ لازم اسألو بفعل مساعد يولاد عشان نو. دو يوونت؟ ايوانت؟ هل تريد واحد جديد؟ نو. سانكيو. ايوانت ماي ماني. خلاص. السيستان. اوكي. اعطني سواني معدودة من فضلك. نشكر. سانكيو. شكرا على مساعدتك. لسه هنقرب تاني. السؤال التالي. read and complete the text with the word. كم كلمة ياولاد؟ ستة. يا الله. وكم فراغة؟ أربعة. ممكن تركزوا معايا؟ نركز يا مستر. يعني ايه؟ عندنا اتنين زيادة جرامر. يا الله. اتنين جرامر. واحدة زيادة منهم. والكلمات واحدة زيادة منهم. يعني اتنين زيادة. هتبقى واحدة زيادة جرامر. واحدة زيادة قواعد. واحدة زيادة كلمات. يلا بينا. يلا بينا. مي فاضر أبي هاز فاوين انيو جوب واجدا وظيفة جديدة ان اناذر بلج في قريا سغ أخرا اباويت حوالي 100 كيلومتر فروم هير حوالي مئة كيلومتر من هنا هازل أقنق لقد انه رأيه يتطلع إلى يالله يا مستر يتطلع إلى looking forward to حفظينها this يتطلع الى هذه هذه ايه ولا كلمة دول يا ولاد انا مش فاهم اي حاجة في المكتوب بس ما فيش ولا كلمة هنا تنفع بعد this غير opportunity فرصة we have انت بتقول هاف واحنا بنحبك ما بيجيش هنا فور ما بيجيش هنا يت ما بيجيش هنا ات يا حبيبي يا مستر we have already sold our house and my parents have just found anyone نح بالفعل بعنا بيتنا ووالدي واجدوا بيت جديد it is much bigger than the one we live in انه اكبر من المنزل الذي نعيش فيه space the moment يا مستر احنا بنحبها at the moment يبقى الجديد يا اولاد ايه يت يا الزيادة ما فيش جملة منفية وحنا عندنا معلومات كتيرة عنيات وفور عايزة مدة زمنية واحنا ما عندناش مدة زمنية شكرا للسوال التاني البديل للسيطواتي السوال التالي read the following tickets then answer the question 9th september at 9th september 2021 2021 mahmood al-arabi passed away on thursday at the age of 89 he was born in 1932 in ashmoon mahmood's father died when he was young ابو حمود مات عندما كان صغيرا he then moved to live in cairo انتقل اللي يعيش في القاهرة and worked as a salesman وعمل كبائع in a small shop في محل صغير he turned it to become the co-founder of one of the largest business تحول ليصبح واحد من مؤسسي أكبر business in egypt أكبر الأعمال في مصر العربي group الله يا أولاد شركة العربي in 1964 he also owned many agencies وهو كمان عنده توكيلات كتير in egypt including تشمل شارب تشيبا سايكو and others he became أصبح a great egyptian business person أصبح رجل أعمال عظيم يا أولاد رجل أعمال مصري عظيم he wrote a book كتاب لنا كتاب called the secret of my life سر حياتي he liked it to trade هو كان يحبي تاجر from a young age من سن صغير he was a child كان طفلا who sold toys كان يبيع اللعب in the village في القرية when his half brother عندما أخوه الغير شقيق found out his talent رأى موهبته he took him أخذه to Cairo للقاهرة where he worked حيث عمل as a salesman كبائع in mini shops and then محلات كتيرة and then he got a partner حصل على شريك and they bought together واشتروا مع بعض with their own shop بحلهم الخاص in 1975 العربي بزدد جابان ظار اليابان and saw the factories of Toshiba company وشاف مصانع شركة Toshiba he asked to build a factory طلب أنه مصنع for Toshiba in Egypt فين on the Egypt Alexandria road على طريق مسر سكندري experts الخبراء from جابان visited the land and agreed ظار الارض يولاد وفقوا عليها الحج محمود العربي was awarded منحة the most important جابانيز مدل أهم مدلية يابانية الله يولاد the middle of the rising sun مدلية الشمس المشرقة المبروك حق محمود بايزا جابانيز امبرور اكيتو الامبراطور الياباني اكيتو in may 2009 قصة جميلة يا ولاد تعال نشوف محمود العربي started his life يلا نحل قصة جميلة يا ولاد محمود العربي started his life بدأ حياتو بدأ حياتو از اه كان ايه بحار يا ولاد بحار مين يا مستر سيلزمان يا مستر بدأ بزنس مان هنكتب بدأ سيلزمان بحار the word بحار بحار ويه مينز تعني ايه ياولاد بحار اوه تعني excuse me بور موفد ضايد ولا سكسيدد تعني سكسيدد نجح ياولاد سكسيدد ما هي الفكرة الرئيسية للقطعة ما هي الفكرة الرئيسية للقطعة اللي هي يا أولاد بيوغرافي سيرة ذاتية لشخص الرجل أعمال كيف تعتقد أن خبرة محمود العربي سوف تساعد الشباب they should take him ينبغي أن يخذوه as a role model كقدوة why did محمود العربي visit Japan in 1975 in 1975 العربي visit Japan and saw the factors of Toshiba Company he asked to build a factory for Toshiba in Egypt ونزا إيجبت أليكزاندريا رود رأيت the biography of محمود العربي in brief أكتب السيرة الزاتية لمحمود العربي باختصار أسئلة جميلة يا أولاد ده نكتب بس أولي أنت بس وأكتب لك السيرة الزاتية السيرة الزاتية تشمل تاريخ الميلاد ومكان الميلاد والعمل والمؤهلات ونتوا شايفيني يا أولاد ما شاء الله محمود العربي was born in 1932 in Ashmoon He worked as a salesman He became the co-founder of one of the largest business in Egypt العربي group يلا بينا نروح اختار اختار ما عدش اختار بالطريقة التقليدية لا ده بقى باديئة ولاحقة ومراضف ومضاد وتعريف وتخمين احفظوا يا أولاد الستة اللي أنا حكيتهم I'll mention أعمل mention لاصحاب المهاردة باللينك الفيديو I'll mention your ideas سوف أذكر أفكارك to Mr. Kemal so that he can discuss them يستطيع أن يناقشهم I'll them with him I'll وانا هعمل يا جماعة كله هعمل discuss he made several helpful suggestions هو عمل اقتراحات كتير يا أولاد قدم اقتراحات عديدة they are good اهو بدأنا نلعب the synonym of helpful مراضف هو حد يترقب العكس مراضف helpful useful يلا نروح 143 نروح 143 تمام يا أولاد السؤال الثالث زانا وين الاسم of the person design يلا جماعة حطونا design هاولوها الاسم designer يا مستر يجي سايلت click on this link انقر على هذا الرابط to visit our online book store زا انتنم شايفين يا أولاد اهو زا انتنم المضاد انتنم افتكر انتبايوتك مضاد حيوين زا انتنم اف online عكس online يا مستر ايه الكلام ده احنا جي للنت offline زا بريفكس البادئة البادئة حروف تلحق ببداية الكلمة وتغير معناها البادئة ري يا ريدي كمان like مثلا انزا ويرد ريسايكل ريسايكل يا مستر ري يعني اجين خلاص يا أولاد ري رايت الحمد للات لغة ري رايت قاعد كتابي اه is a time the time ده when a shop ده تعريف يا أولاد ده اسمها definition ده الجملة دي تعريف عرفونا يا أولاد الوقت ده when a shop sells things at at cheaper price than usual عندما المحل يبيع الأشياء بسعر أرخص عن المعتاد الكلام ده يا جماعة sale sale تخفيضات تخفيضات occasion occasion sale يلا بينا السؤال الخامس واللذي حل ما حل الري ري ري احب حفظين قواعد يا أولاد اكتبوا في كومنتاتكم يا أولاد اللي انتم عايزين لو عايزين فيديو خاص بالقواعد عنايا لاتنين complete the sentences with the correct form the street is going يا مستر احنا حفظينها going to خلصانا يا مستر going to be الله my family come to egypt when i was five years old يا مستر كام فعل غير منتظم هاتو منه الماضي يا أولاد كام هو عمال يحكي يا أولاد يقول لي كام السؤال التالي you able هل هاتب are you able to استنى يا مستر walk when you where ah where two years old ده حضرتك بتسألني في الماضي where you able to where you able to هل كنت قادر على يا سلام يا مستر لسه شرحها في الفصل مبارح the train leave in five minutes خلصانا يا مستر unit one بنحبك يا مستر leave بنحط لها S الغائف the train يعني it الله عليه حبيب والدي leaves هي the old woman fallen انت جايب لي تصريف ثالث أعمل بي as she was crossing the street as يا أولاد يعني ويل بينما كان تعبر الشارع وعت ألف سلامة في الماضي من فول يا أولاد السؤال الأخير السادس راية 110 كلمة عن شورت ستوري نو نو بايوغرافي نو نو اكتب عن ريفيو يبقى لنا قلتهم يا ولد واحدة من التلاتة ما فيش براجراف ما فيش ايميل وانا هجعز لكم فيديو ازاي تكتبوا شورت ستوري ازاي تكتبوا بايوغرافي وكمان ريفيو مقالة اكتب عن مقالة عن رحلة بالقطار احكي يا عمي براحتك احكي امت ومع مين ورحت فين وشفت ايه والرحلة تكلفت قدي ايه وخذت قدي ايه وقت احكي يا عم احكي براحتك ان شاء الله يا ولاد هاي ببقى فيديو خاص بالبراجراف اكتبوا في تعليقاتكم اللي انتو عايزينه والقناة والصاحب القناة تحت امركم ما تنسوش وعطونا بلايك سبسكراي شكرا يا ولادو في رعاية الله